بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتعرف على اسلوب اسمه اسلوب ماركوف وبيستخدم كأدالة تنبؤ الخطوات إيجاد مصوفة احتمالات التحول كل رقم هنقسمه على إجمال العمود اتنين نصيب الشركات من السوق في الفترة الزمنية الحالية هنقسم إجمال كل صفة على الإجمال العام ثلاثة نصيب الشركات من السوق في الفترة الزمنية المقبلة مصوفة احتمالات التحول اللي يناتج الخطوة الأولى في نصيب الشركات من السوق في الفترة الزمنية الحالية اللي يناتج الخطوة اتنين حتى تضح الصورة طبعا مثال عدد العملاء في السوق 500 عميل موزعين على أربع شركات ألف بهجيم دال وكانت تحولات العملاء خلال شهر يوليو كالآتي الشركة ألف بهجيم دال الشركة فوق ألف بهجيم دال نعتبر الشركات دي أربع شركات تأمين مثلا شركة مصر للتأمين الشرق للتأمين أي شركات للتأمين ونشوف هي التحولات بتاعت العملاء من الشركة إلى شركة كانت إيه ألف لألف يعني معناها أن الشركة ألف اعتفزت بعشرين عميل وراح منها البه محرحش لجيم عشرين لدال عاشرة وبه راح منها الألف أربعين ده الصف التاني هو من به لبه يعني عشرين احتفزت بعشرين وهكذا تعالوا بس هنجمع كده بالعرض وبالطول عشان هنستخدمهم بعد كده لما نجمع الشركة ألف بالطول تطلع ميتين وعشرين به خمسة واربعين جيم مية وثلاثين دال مية وخمسة مجموحهم خمسمائة اللي أنا أقول لك عليهم في الأول عدد العملاء في السوق ألف بالعرض تطلع خمسين به بالعرض مية جيم مية وخمسين دال ميتين يطلع خمسة ومية عاوز نصيب كل شركة من السوق في شهر أغسطس خد بالك أنا بدي لك يوليو وطالب أغسطس ممكن أدي لك فبراير يبقى طلب مارس لأنه هو تحرك واحد أو فترة زمنية تالية نعمل الخطوات أول حاجة مصوفة احتمالات التحول هنقسم كل رقم في العمود على إجمال العمود يعني العمود الأول عشرين على ميتين وعشرين تسعة من مية أربعين على ميتين وعشرين تمنتاشر من مية مية على ميتين وعشرين ستة واربعين من مية ستين على ميتين وعشرين هتطلع سبعة وعشرين من مية مجموع العمود ده لازم يطلع واحد لازم نمسك العمود التاني صفر على خمسة واربعين هنقسم كل رقم في العمود على اجمال العمود يطلع صفر عشرين على خمسة واربعين هيطلع اربعة واربعين من مية خمسة وعشرين على خمسة واربعين ستة وخمسين من مية صفر على خمسة واربعين صفر نقسم كل رقم في العمود التالت على اجمال العمود التالت 20 على 130 15 من 100 15 على 130 هيطلع 12 من 100 25 على 130 19 من 100 70 على 130 54 من 100 مجموحهم واحد كل عمود لازم يطلع واحد يلا العمود الرابع كل رقم على إجمال العمود 10 على 105 تطلع 95 من 1000 25 على 105 تطلع 238 من 1000 0 على 105 تطلع 0 70 على 105 667 من 1000 مجموحهم واحد كل الأعمدة اللي أنا حسبتها دلوقتي كل عمود لازم يطلع مجموعة واحد صحية لأن ده مجموعة الاحتمالات طبعا الخطوة التانية نصيب الشركة من السوق أو الشركات من السوق في شهر يوليو هناخد بقى الإجمالي بتاع كل صف لما الخمسين والمية والمية وخمسين ومتين هنقسم كل واحد على خمسمية اللي هو الإجمالي العام بتاع المسألة خمسين على خمسمية واحد من عشرة مية على خمسمية تنين من عشرة مية وخمسين على خمسمية تلاتة من عشرة ميتين على خمسمية أربعة من عشرة مجموحهم لازم واحد صحيح والثالثة والأخيرة نصيب الشركات من السوق في شهر أغسطس تعالوا ناخد المصفوفة اللي طلعت في الخطوة واحد نضربها في المصفوفة بتاعت الخطوة اتنين وده ضرب مصفوفات طبعا فاكرين ضرب المصفوفات الصف في العمود يعني نمسك الصف الأول اضربه في العمود تسع من مية في واحد من عشرة زائد صفر في اتنين من عشرة زائد خمستاشر من مية في تلاتة من عشرة زائد خمسة وتسعين من ألف في أربعة من عشرة يطلع كام؟ يطلع اتنين وتسعين من ألف امسك الصف الثاني هنضربه في كل رقم في العمود تمنتاشر من مية في واحد من عشرة زائد اربعة واربعين من مية في اتنين من عشرة زائد اتناشر من مية في تلاتة من عشرة زائد ميتين تمانية وتلاتين من ألف في أربعة من عشرة ونجمع كله يطلع ألفين تلتمية تنين وسبعين من عشرة تلاف خد بالك أنا بضرب كل رقم في الأصاد ما بكررش رقم وأنا بضرب ركز معي في الصف الثالث ستة واربعين من مية في واحد من عشرة زائد ستة وخمسين من مية في اتنين من عشرة زائد تسعتاشر من مية في تلاتة من عشرة زائد صفر في اربعة من عشرة يطلع ميتين وخمستاشر من ألف ركز معي في الصف الرابع سبعة وعشرين من مية في واحد من عشرة زائد صفر في اتنين من عشرة زائد اربعة وخمسين من مية في تلاتة من عشرة زائد ستمية سبعة وستين من الف أربعة من عشرة ونجمع كله يطلع أربعة تلاف خمسمية تمانية وخمسين من عشر تلاف تعال جمع كل العمود دوت هيطلع واحد صحيح تعالوا نعمل مقارنة بين شهر يوليو اللي هو الخطوة التانية مع شهر أغسطس اللي هو الخطوة التالتة مش هالخطوة التانية شوف هطلعنا واحد من عشرة اتنين من عشرة ثلاثة من عشرة في الخطوة التالتة طلعنا شهر اغسطس 92 من الف و2372 من عشر تلاف 215 من الف 4558 من عشر تلاف تعال نشوف بقى شهر يوليو كان واحد من عشرة اصبح في شهر اغسطس 92 من الف زاد ولا قل زاد نقص نصب كام بتمانية من الف اطرح واحد من عشرة ناقص 92 من الف بيه كان اتنين من عشرة اصبح 2372 من عشر تلاف زاد ولا قل زاد زاد بكام اطرح الكبير نقص الصغير دي لك 372 من عشر تلاف جيم كان 3 من عشرة اصبح 215 من الف زاد ولا قل لا قل بكام اطرح الكبير نقص الصغير يطلع 85 من الف كان 4 من عشرة اصبح 4558 من عشر تلاف زاد ولا قل زاد زاد بكام اطرح 4558 من 10 تلاف نقص 4 من 10 تطلع 558 من 10 تلاف في 2 زادوا و2 نقصوا طب تعالى نجمع النقص كده 8 من 1000 زائد 85 من 1000 يطلع 93 من 1000 تعالى نجمع الزيادة مع بعضها 372 من 10 تلاف زائد 558 من 10 تلاف يطلع 93 من 1000 ولازم مقدار النقص يطلع قد مقدار الزيادة لا يبقى فيه حاجة عنده غلط نشوف مسألة كمان إذا علمت أن عدد العملاء في أسوق 100 100 عميل موزعين على 4 شركات أربية جيمدال وتحولات العملاء خلال شهر نوفمبر كذا وعاوز نصبهم في شهر نحن قلنا أول حاجة بنعملها نحن بنجمع بالعرض بالطول بالالف بالطول 35 البيه خمسة الجيم 35 الدال 25 مجموحهم 100 نجمع بالعرض الالف خمسة البيه خمسة وعشرين الجيم خمسين الدال 20 تعالوا نجمع برضو لازم يطلع 100 الخطوة الأولى مصوفة احتمالات التحول هنقسم كل نمسك كل عمود كل رقم على إجمال العمود 0 على 35 صفر 10 على 35 29 من 100 20 على 35 57 من 100 5 على 35 14 من 100 لازم مجموحهم 1 صحيح العمود الثاني 5 على الإجمال 5 يبقى 1 0 على 5 0 على 5 0 على 5 0 على 5 مجموحهم 1 العمود الثالث كل رقم في العمود على إجمال العمود 0 على 35 صفر 10 على 35 29 من 100 20 على 35 57 من 100 5 على 35 14 من 100 مجموحهم 1 صحيح كل رقم في العمود الرابع على إجمال العمود 0 على 25 0 5 على 25 اتنين من عشرة عشرة على خمسة وعشرين اربعة من عشرة عشرة على خمسة وعشرين اربعة من عشرة مجموحهم واحد صحيح تعالوا نشوف الخطوة التانية الحصص السوقية لشهر نوفمبر نشوف اجمالي كل صف نقسم على الاجمالي العام يعني خمسة والخمسة وعشرين والخمسين والعشرين نقسمهم على اجماليهم مية اللي فوق دي خمسة خمسة على مية خمسة من مية 25 على 100 25 من 100 50 على 100 5 من 10 20 على 100 2 من 10 ولازم مجموحهم واحد صحيح شو كل خطوة لازم اطلع الواحد صحيح الحيث السوقية لشهر ديسمبر هناخد ناتج الخطوة الاولى هنضربه في ناتج الخطوة التانية ودول هنضرب مصففتين في بعض وإحنا عرفنا ازاي نضرب مصففتين في بعض الصف في العمود صف الاول في العمود الاول يعني صفر في خمسة من 100 زائد واحد في خمسة وعشرين من 100 زائد صفر في خمسة من عشرة زائد صفر في اتنين من عشرة ونجمع يطلع خمسة وعشرين من مية الصف التاني في نفس هذا العمود تسعة وعشرين من مية في خمسة من مية زائد صفر في خمسة وعشرين من مية زائد تسعة وعشرين من مية في خمسة من عشرة زائد اتنين من عشرة في اتنين من عشرة ونجمع يطلع الف تسعمية خمسة وتسعين من عشرة تلاف الصف الثالث في نفس هذا العمود 57 من 100 في 5 من 100 زائد 0 في 25 من 100 زائد 57 من 100 في 5 من 10 زائد 4 من 10 في 2 من 10 ونجمع يطلع 3935 من 10 الصف الرابع في نفس هذا العمود 14 من 100 في 5 من 100 زائد 0 في 25 من 100 زائد 14 من 100 في 5 من 10 زائد 4 من 10 في 2 من 10 ونجمع مية سبعة وخمسين من ألف هنجمع برضو هيطلع واحد صحيح تعالوا نعمل مقارنة بين شهر نوفمبر وشهر ديسمبر شهر نوفمبر اللي هو الخطوة التانية خمسة من مية وخمسة وعشرين من ألف وخمسة من عشرة واتنين من عشرة شهر ديسمبر كان خمسة وعشرين من مية الف تسعمية خمسة وعشرين من عشر تلاف تلات تلاف تسعمية خمسة وثلاثين من عشر تلاف مية سبعة وخمسين من ألف تعالوا نشوف زاد ولا نقص خمسة من مية أصبح خمسة وعشرين من مية زاد زاد بقد إيه؟ باتنين من عشر هنطرح خمسة وعشرين من مية نقص خمسة من مية نشوف مقدر الزيادة كان خمسة وعشرين من مية أصبح ألف تسعمية خمسة وتسعمية من عشر تلاف لا ده نقص نقص بكام؟ هنطرح الكبير نقص الصغير خمسة وعشرين من مية نقص ألف تسعمية خمسة وتسعمية من عشر تلاف يطلع 515000 5 من 10 في نوفمبر أصبح 3935000 في ديسمبر نقص طبعا 5 من 10 نقص 3935000 يطلع 1065000 2 من 10 أصبح 157000 لا ده نقص طبعا نقص بقد إيه نطرح 2 من 10 نقص 157000 يطلع 43 من 10